يعني قبل ما خش برضو في بطولة أفريقيا رأيك الشخصي خلينا مش رأي ناقد رأي دي خليك راجل يعني مشكع من الدرجة التالتة زي ما بيقولوا انتباهك على ما تم مبارح وقرار سفر صلاح لإنجلترا قرار خاطئ تماما محمد صلاح الحقيقي يعني بيعمل بعض القرارات عموما ممكن الفترة الأخيرة تحديدا عنده قرارات كتير جدا أغلبها بتكون ضده يعني صلاح منتاليتي عظيم جدا كمحترف لكن كقائد لمنتخب مصر لأ ما عندهش منتاليتي لقائد لمنتخب مصر خالص ممكن نكون الكلام ده قاسة شوية لكن أنا أعتقد لا لو إحنا بنكلم على منتاليتي قائد منتخب مصر لأ صلاح لا يستحق شرط منتخب مصر ومنتاليتي بتاعته لا تستحق أن يكون قائد منتخب مصر لأن في ظروف صعبة هو من حقه طبعا اختياراته الفردية هو من حقه تماما فيه لكن أنا هنا أي اختيار فردي لقائد منتخب مصر لا يصح هنا الاختيار بيكون اختيار للتيم بشكل عام هل التوقيت ده توقيت مناسب؟ لو توقيت مش مناسب وتم الإعلان من كلوب من غير ما يرجع لصلاحه من غير ما يرجع للمنتخب نفهم يبقى على الأقل عندنا مبرر لأنه ده يحصل لو بالاتفاق يبقى احنا عندنا مشكلة جديدة لكن في ظل الفوضى فيه فوضى شغالة إذا أنت بتتكلم عن المنتاليتي وبنتكلم على أنه لازم يكون عندنا عقلية احترافية فاللي أنت عملته ده لا هو عقلية احترافية ولا هو صحيحة وحتى لو صحيح لازم ليتقلنا إحنا جماعة عندنا مشاكل فيه تشخيص خاطئ من الجهاز الطبي والجهاز الطبي وده معناه من إحنا عندنا التشخيص ده فاللأ بالتالي اللعب هيرجع لانجلترا هيعمل فحصات طبية وهيرجع تاني المنتخب الفحصات دي ممكن تستغرق يوم يومين ثلاثة ويرجع تاني المنتخب لكن إحنا هناخد صلاح عندنا ونعالجه ونشوف المشاكل اللي موجودة عنده إنت في بطولة زي دي ما نفعش تخرج أنا مش حاب أقارن طبعا موقف ناصير مزراوي وموقف صلاح مش حاب ندخل في الفلسكة دي لأ احنا بنتكلم عن الموقف ده ده موقف لا يصح لقائد منتخب مصر اللي لازم يكون موجود بيدعم اللعيبة أنا فاكر في 2017 تقريبا مران محسن أسيب برباط الصليبي وكان الجميع بيقول له لازم تمشي عشان تعمل عملية لكن هو أصم صار يكون موجود مع المنتخب كدفة معناوي باحترم رأيك طبعا حتة مقارنات لكن تان يا جماعة عشان الناس ما تفهمناش غلط لازم تفرق ما بين ان احنا قديه محمد صلاح قيومة كبيرة جدا جدا واسطورة من أساطير مش مصر بس اسطورة من أساطير العالم وأساطير أفريقيا ده جزء لا نقيم به محمد صلاح محمد صلاح في حتة مختلفة لكن من حق كل واحد ومن حق كل من يحب مصر أنه لو شاف خلاص تلعما دخلت منتخب مصر على اعتفنلة ليبربول زي ما لعبت الأهل بتقلعت شرطاتها زي من زمالك بيقلعت شرطاته زي 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 وتلبس منتخب مصر تساوت الرؤوس تساوت الرؤوس آه فيه قيم معينة بالنسبة لقيمة الفنية القيمة التسويقية آه 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 كل ده على عيني وعلى رأسي لكن أي حد بيخش منتخب مصر تتساوى الرؤوس حتى لو جاي لعب من درجة تانية وليتعامل زي محمد صلاح بيتعامل